تونسي ساعلي تركيا أهلا وسهلا مرحبا بيك مرحبا بيك تاكسيستي الناس كل في ثنيتك التونسي كل في ثنيتك ولا بيك اليوم ولينا مانيش كل فرد ثنيت حك خلنا نبدأوا ساعق قديش عنا تاكسيست عندي تاوة 23 سنة 23 سنة باي نرجعو تاو عليش الناس كل مش في ثنيتك اليوم يغلب الطابع بتاع التشنج على المجتمع التونسي في كل هيك الميهنية متاعو في المجتمع التونسي عند المواطنين عند التكسيات عند الإدارات الناس كل مت foreign الجين اليوم قيننا مانيش فرد ثنيا يمكن أنا ما قلتش قيننا قاني نأكد على كنما تكيننا ولا متأكد انو احنا مانيش فرد ثنيا معًا 컬�راحي مع هذا عليش مش الناس كل ما همش في ثنيتك احنا في ثنيت الناس والناس ما همش في ثنيتنا كان نحكيها على الحاريف الحاريف منحقه بيش يكون في اثنيتنا ومنحقوا بيش يكون موش في اثنيتنا واحنا كيف كيف منحقنا بيش نكونوا في اثنيت الحريف. كيفاش? ومنحقنا بيش ما نكونوش في اثنيت الحريف. ليسمع فينا يقول لك الحريف دي ما عندو الحق. ليه ما عندوش الحق. ما فهموا حتى واحد عندو الحق وخاصة الحريف. كيفاش? خطر الحريف ببساطة جدا ما عارش قانون اللي ينظم قطاع النقل عمومي غير متضم وخاصة قطاع التكسل فرد. ايوه. احنا عنا الحق بيش مانيش في اثنية الحريف تبقى للقانون اللي ينظم المهنة بتاعنا. معنى تاكسي كتابة في الكياس موجودة حتى العلامة المميزة موجودة ميش بشرط هي انه السيارة ذيك موضوع على ذمة العمو. نحن اقولو كي يبدا نفميش اه بتونسي فميش البلاكة ولاي? حتى كانت تكون فمي البلاكة موجودة مانيش في وضع عمل. عان قليات قانونية سبحانه انه تكون عنا. هو السعالية مش المفروض النحي والبلاكة بش نوديو مانيش في وضع عمل? لا. هذي هو الاشكال انه احنا مانيش في حاجة بش نعملو ثقافة للمواطنة تونسي في قانون قطاع التاكسي الفردي. احنا يعج ناش احنا كقطاعيين ومهنيين في القطاع. امتيعنا نثقفوا انفسنا في الاليات القانونية اللي تسمحنا بيه الدولة التونسية عبر تشريعاتها بش نمارسوا المهنة امتيعنا. النجم وتكون البلاكة موجودة والتاكسيستي موجود لكن موجوش موضوع على ذمة العموم. يكون معامر في دوروت امتيعه. وامورو مريقلة يقول اينا راني مانيش موضوع على ذمة العموم ومانيش نخت. باهي بالقانون عندو الحق يسألك وين ماشي قبل ما يطلعك والا لا. الحارية تاكسي من حقه ناجم يسأل مش عندو الحق ولا ما عندوش. هي العملية تخضع الى عرض وطلب. احنا مانيش نختاره في الحرفة بالمعنى العام. لكن انا كان اسألتك انتي وين ماشي من حقي بش نسألك انتي وين ماشي. كما انتي كي بش تطلع انتي كي بش تطلع بش قول يا عسلية انا بش قولك عسلية مش قولك وين ماشي. احنا مش نحكيه على آليات خارج اطار القانون. نحكيه في وسط منظومة قانونية يا رب. اي. كي تبدأ انتي في وسط تاكسي من حقي. انا بش نسألك نقولك انتي وين ماشي. والقانون زادة بتاع الدولة تونسية اللي حرطني انا تاكسي وعطاني آليات العمل. يسمح لي زادة اني النجم. نقول رايي الكورسة هذي تبقى للقانون ما نجمش نهز. فهم آليات قانونية تسمح لي بش الكورسة هذية ولا المواطنية هذة ما نجمش نهز. فهم عديد الآليات اللي يسمح لي بها القانون بش نقول لا. وعموما شنو اللي نرضو هت كاتكسيست? والله برشا حاجات راو حتى كما احنا مثلا يتقال علينا احنا سلوكنا سيء. حتى المواطنة تونسي ما شاء الله في. اعطيني تجربة صارت. والله يعديد التجارب. كيبدأ انسان موش متخلق موش متأدب موش دورنا راه بش نقول وش كون متأدب وش كون متخلق راه. يناجم يكون في تصرف السيدة ذيك في اللحظة هذيك معاك. حتى في حلين الباب في طريقة تصرفه. وراك اللي هو متشنج. انا منيش راني الاني بش نهدي من روعك. انا قاعد نخدم في خدمة. انا بش نهز حريف من مكان الى مكان. بأجرة. مانيش مستعد بش نهز انسان متشنج ويعمل في عركة فوس تاكسية ولا يسرخ ولا يتكلم بالياتف. كيما هو ممنوع لي كيما هو ممنوع لي راه. كيما انا ننضبط للقانون كيما المواطنة التونسي. ينضبط كيما انا ندخل الادارة مقيد باحترام تلاتيب الاليات العمل متاع الادارة هذيك. وكيفية دخول لها. كيما زاد الحريف كيبش يطع في سيارة الاجرة تاكسي الفردي. في كامة توراب الجمهورية مقيد بقانون. مهيش مصايبة الامور. لا للتاكسيستي ولا للحريف. انا المطالب نحترم القانون وفهم القانون يجمعنا القانون متاع التاكسي فردي اللي هو قانون عدد تلاتة وتلاتين. وقانون المجلة الجزائية وإلى آخرين. مهي. كن وحنا نحكيو على القوانين ونحكيو على القطاع. اللي مش نوع اللي لازم للنهوض بقطاع التاكسي. اول حاجة بش ننضب القطاع التاكسي الفردي. احنا اول حاجة كنشوفه السيد رئيس الجمهورية اليوم يمشي محطة الترا ويمشي محط الكيران ويمشي محط الواجهة والى اخره. واخيرا يهبط المحط الميترو. نكتشفه والناس كل نقره بشي ذايا من ابسط مواطن. وابسط قطاعي الى اعلى مسؤول في الدولة تونسية. انه الموضوع عمتع النقل عموما في حالة جد رديئة. وجد سيئة. اليوم بش نحاول ونرتقيه بالقطاع ذايا لازمنا نلقى المسؤول اللي عنده الشجاعة. ولي عنده البرنامج خاصة. مهم. بش هو يمد بالافكار. لو كان افكار النقابات وافكار المهنيين لا ترتقي الى منظومة الدولة تونسية. الي تحب المشروع اذي ينجح على ترابها. ويعام بالخير والفايد على الدولة وعالشعب وعالاليات الاقتصادية متاحها. لازم الناس كلنا ننظروا في العمق ونشوفوا شنو الاشكال اللي لازمنا نخرجوا منو والهدف اللي لازمنا نمشي. ولو شنو نحبوا احنا من قطاع التاكسي الفاردي. وشنو نحبوا من قطاع النقل عموما. خاطر احنا في قطاع الخدمية تراه وهذا سيرفيس كما انت تدخل اه احسن رستوران احسن وتيل تحب تركب فيه احسن تاكسي تحب تتعامل مع احسن حال. اليوم احنا مثلا كتاكسيات الدولة التونسية في الامن في الحماية في الجيش في الديوانة في التحب انت كي بشي عملو انت دابات يعملو لهم رسكلة وتكوين ما يقارب الصانع. احنا راو تاكسيستي عادي اكزما كان رضاة عليه السلطة الجهوية خاطر يعملو سيد الولي الجهة الامتحانة دي. ومبعد يعطيه بيطاقة مهنية ويقولوا اذهب انت وربك فقاتل واليوم انت كتجو يتشوف مثلا تصرفات بعض الاخوة السويق ما نجموش نحطه بعض التصرفات هذه على مستوى التكوين. انت راك تغزر في سوء سلوك ولا في امور تأديبية اخلاقية. واختي احنا ماناش مسؤولين على اخلاق الناس والاخلاق حتى زملائنا في المانرة. اي اي. اليوم الدولة تونسية جيت عتيك كزامة وتقول كذا انت وربك فقاتل وتحطك في البطحة الكبيرة هذه بين قوسين بتاع قطاع التاكسي الفردي والاحتكاك مع المواطن والاحتكاك مع الطريق والاحتكاك مع المتدخلين الاخرين اللي في الطريق ومع الدولة اللي في الطريق والى اخري وتحب انت تكون فهمة احسن صورة وسورة جميلة وسغلة وسورة راقية ما نجموش نخلطه لاني احنا كتاكسيات ما ناش مبرقوا في انفسنا احنا ابناء الشعب احنا خرجنا من اخلاق الشعب اذا ونتعاملوا مع اخلاق الشعب اذا اليوم ما ينجم حتى واحد بش يجي يتعالى على الطرف الاخر لو كان احنا احنا حاجة بيها راو من شعبنا لو كان احنا حاجة سيئة راو زادة تلك المرئات اللي نغزروا فيها لانفسنا فهمني كم انا نغزرلي كم انت تغزرلي نغزرلك بالبيه يتغزرلي بالبيه والعكس بالعكس تنج كون انت صورتك جد ايجابية علي وانا بالعكس علاقة وفقية بين الحريف وبين سيئة والمعين ليش توفقية بالعكس هي علاقة ما عادش تعرفها لأفقية لعامودية اليوم ولينا احنا مرعوبين والحريف مرعوب ونس كل خايفين من بعضنا ما نعرش انا لحقيقة في تجربة انتعى 23 سنة هي نفسها من اللي بديت للي انا اليوم فيه بش نقول قال لي احنا حاجة ملاك طهر ليه مناش الملاك الطهر والحريف مهوش الملاك الطهر والدولة ليست الملاك الطهر الامور في حاجة الى مراجعة جدرية اليوم في حاجة نس كل تقعد على الطاولة بقدماء المهنة بالعبيد اللي عندها رؤية مستقبلية للمهنة بالاداريين بالمسؤوليين بالدولة بالاطراف الكل باش نحاولوا نس كل ننهضوا اولا بقطاع التكسي الفردي اللي هو قطاع من قطاعات الاستراتيجية في الدولة التونسية من قطاعات الاقتصادية المهمة اليوم غير نقل مهفمة حتى عبدي نجم يتطور تشوف انتي اليوم حتى في الامور جديدة في اللي زابليكاسيون وي 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 منزلنا معنيها متأخرين تشريعيا انا متأكد لينا في البلاتو اذا اغلبية الموظفين في المؤسسة اذا يستعملوا التطبيقات وذا انتي تقر بيه وزملائك اللي قاعدين معنا اني يقروا بيه لكن الدولة تونسية قاعدة تغزر بيعين كبيرة لكن ما نعرش هنا الاستراتيجية وين تمشي وين كذا اليوم احنا في حاجة نعاود ونقوله اا زملائنا اللي قدوم بارك الله وفيهم واحنا بارك الله فينا مليون مليار مرة وزملائي اللي في الكياس يعطيهم الف ساحة والمواطنين زي دا يعطيهم الف ساحة لكن رأي العملية غير ناجحة بالمرة اخاطر الكلنا نعيشوا تحت ضغط كبير راو كنخرج ونخدمه هذك عليش الكلنا لازم نوسعوا بينا على بعض لأ مانيش مطالبين بيش نوسعوا بينا لحقيقة مطالبين بيش نقعدو لتكسيل الحريف يوسع بيلو كي ما نوصلوش لحل مطالبة دولة ونسكل تجلس على تاولة وتلقى حولول مانيش مطالبين راوي يوميا نحنا كي كربت لحريقة نطفيوا في النار انا مانيش مطالبين نطفيوا النار مانيش تبيب نفسيني انا بيش يتلع معاي مواطنة نعالجو انسان خارج من محكمة وانسان خارج من سبيتار وانسان خارج من رون ديفو مقداش مصلحتو هادوما الكل رام يحطو الضغط على التكسيستي والتكسيستي زاد خارج من دارو عندو ضغط وعندو كبانكة وراه وكمبيلة وراه وقطاع غيار وقراية ويا 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 رانا نعيشو ناس كل في ضغط الضغط اديا اليوم عادي صورة جد سلبية على قطاع النقل عموما في الدولة تونسية كي ما راكت كي ما تشوف الكار كي ما تشوف الميترو كي ما تشوف الجهوية والقومية كي ما تشوف التراع والطيارة والبابور كي ما تشوف التكسي هو راه نظرة التونسي اذا يخل تكسي يحب شوية ولا برشة ارياحية على وسائل النقل لي موش سمحني موش بشرتي انا مطالب نقدم سيرفيس معقول لازم يفهم التونسي انه احنا قطاع خدمات كي ما تدخل نزل خمسة نجوم كي ما تدخل نزل اخر خمسة نجوم تختلف الخدمات احنا مطالبين نقدم افضل الخدمات هذا هو لكن افضل الخدمات بتكوين ما احنا مناش الدولة تكون في نارا اذهب انت وربك افا قاتلة انتي كي تطلع معايا معناها تجربة معناها تجربة هذي تعليم كل واحد لازم يدخل الغابة الكبيرة هذي ويكون نفسه بنفسه معناها بدون تأثير بدون قوانين بدون حد شي فما بعض القوانين تصور انتي احنا قطاع نقل عمومي غير منتظم ولا تكسيات كي نخطئو نتحاسبو بالمجلة جزائي وكي نخطئو في الطريق ولا في المهنة نتحاسبو بالقانون عدد ثلاثة وثلاثيين وكي نخطئو ما نخلصوش كمبيلاتنا باش ندخلو في القانون متاع المالية والى اخيريه ايه سمحني تكسيستي من اين لهو الدراية هذي بالقوانية اخيانة خارج باش نحط سمحني مجلة القانونية في في العقلية متاعي ولا باش نحط روحي مرتاح باش نخدم باش نخدم السويع disability باش نخدمهم ونروح مرتاح احنا رو نخرج وتعبين والروح وتعبينena والروح وتعبين ونخرج ومن ديارنا يعلم ربي كيما يخرجو المواطن التونسة كيما نخرجو احنا فالي ده ينا نداع للمواطنين التونسة ايه؟ اه بربي موش بربي ده يا سيد يخلينا من كلمة كيني نشحت فيها. مليه سيدي ما نشحته حتى ويعا راو حتى احنا يعلم بينا ربي كما انتم ما يعلم بيكم ربي كما احنا يعلم بينا ربي. به اذي اهم رسالة خليل كلمة الختاب. كلمة الختاب انا نقول اه نواجهها تحية لزملائي. اه وصعوا بيلكم على بعضكم في الكيات الزملائية لحك الكرام وراو اه ما يفيدنا حتى واحد راو يفيدنا كان اننا نحميه بعضنا. اليوم احنا قطاع التاكسي الفردي راو اه كل يوم نتعرضوا المشاكل الكبيرة خلينا من القوانين والمواطن التونسي اذي اللي نحبه نحترموه قاعد يبركي فينا. المواطن التونسي كين وصلوه يحل البيب ويابط وما يخلص ناش. المواطن التونسي راو يعمل في سوق اخلاق في دخل العربة. المواطن التونسي عنده سوق تصرف وتكبر وتعالي. فقط مجموعة من التونسة ما همش لكم. فما برشة اللي يحترمو السيئة قوة وخلنا نقولو يخلصوا. حتى زادة توانسي لازم نقولو مجموعة من التاكسي. ايه معقول. معقول. مجموعة من التاكسي. ايه. انا بدي تصدر باش كمل العجز. حتى احنا راو في قطاع التاكسي الفردي. ايه. نفس الكلم اللي قلته عن المواطنين. بالطبع. انا هو نفس الكلم باش نقولو عزوما اللي عان راو في سوق الاخلاق والاداب وا 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 الى ما لا يحصل ولا يعد. ايه. على غرار الظفة اليوم لا يوجد في الظفة اليسرى. وما بين الجنة والنار خطن رقيق. خطن رقيق. وكل واحد كيفاش يتعامل. واحنا اليوم ولينا نمشيوا فوق الحبال في البلد اذي. ويا ويلو اللي بشيتيح. كسوى مواطن راو كي بشيتيح مع تاكسيستي يعلم بيا ربي. والتاكسيستي اللي بشيتيح عند المواطن زادة تاكسيستي يعلم بيا راو كي تاكسيستي قدم خدمة كما انت تاوت تخدم. يجي راس شهر تخلص. احنا لو كنتلعوا اه الحريف. وليت بنسبة جميلة جدا ورايعا جدا. انا ما نخلصوش في التعريف امتيعنا. هذي للأسف وذي بتبعره. هذي حقيقة. وعنا تاكسيات قاعدة تموت وقاعدة تبراكة. وكراها بقاعدة تتفك. وقاعدين ناكلوا في العنف ونتضربوا. الى اخره زادة المواطنة تونسي راو مش على راسه ريشة. بشي يلقى احسن الخدمات لازم تكون هو عنده احسن التصرفات. واضح سعلي. مشكور جدا. شكرا. على الحضور بحثينا على التوضيحات. هذو ما الكل قطاع مهم في كل مرة نكتشفه معه. زاوية اخرى. قطاع التكسيستية. تحية للتكسيستية. اللي تسمع فينا الكل. هات نكون وصلنا نايد برنامشكم. شارعة تونسي. تحية كبيرة المانيل في الاخراج. سليم في الاخراج الرقمي. انا ما بقى لكم. شا نقولكم. لو بنا بدا. في لمن. باي باي.